تسأل تقول يعني هل من السنة ذبح خروف عند الشراء منزل جديد أو سيارة أم هذا من البداع أختي الفاضل هذا الأمر على قسمين القسم الأول مباح وجائز فرح بنعمة الله ويحب الواحد يجمع أرحامه وأقاربه أساس يعرفون مكان البيت ويزورونهم يقولون والله نحن سكننا أسبوع الماضي تعالوا عندنا مسوين وليمه مسوين كذا أو شرى واحد سيارة وسوها لدعوة لأصحابه وأقاربه يعني عشان يشوفون السيارة جديدة وشيء أما إذا كان اعتقاد طرد عين أو حسد هذا من وسائل الشرك ما يجوز هذا من وسائل الشرك ولا يجوز فبعض الناس وللأسف الشديد لما يبني بيت وينتهون من القواعد والأساسات يقول له مقاول جاهل جاهل طبعا أقول هذا الكلام لأنه واقع ما أقوله من خيال مقاول يقول اذبح ذبيحة ذبيحة ليش قال لا الحمد لله بدين طلعنا من القواعد هذا حرام ولا يجوز كيف تذبح للقواعد هذا من وسائل الشرك وإذا انتهى البيت قال اذبح ذبيحة عشان الحسد والعين ما يجوز هذا حرام فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر